هي أهلا بكم ومرحبا سعيدا جدا بلقائكم توصلي معكم مرة جديدة مع حلقة جديدة من عالم الذكاء الاصطناعي في هذه الحلقة قسم بأحد الطبيقات الرائعة جدا التي صادفتها مؤخرا والتي يمكنه طبعا الطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن من خلاله أن تقوم بكل التعديلات التي تريدونها وكل المونتاج والعمل على الصور الخاصة بكم الصور بروفايل أو صور أفراد العائلة أو غيرها هذا الموقع أو هذا التطبيق بالأحرى ستجنوا رابط الوصول إليه كالعادة أسفل الفيديو في الديسكريبشن سنتقل إليه مباشرة طبعا بعد تصطيبه على جهاز الهاتف أو اللوحة الإلكترونية هذا التطبيق هو تطبيق ليس مجاني ومدفوع لكن في شقةه فيما يتعلق بالصور هو مجاني فيما يتعلق بالفيديو ومدفوع لكن نحن لن حلقة اليومية بخصوص تعديل على الصور فنختار هذه الزاوية اليوم من هذا المربع هنا ونضغط فتظهر لنا جميع الأدوات التي يمكن أن نشتغل عليها في هذا التطبيق أول ما يمكن العمل عليه وهي إديسيون دو فيزاج بمعنى يمكن أن تقوم ببعض التعديلات على الوجه لدينا هنا صورة مثلا أختار هذه الصورتي مثلا لديك إمكانية تعديل على لون البشرة من خلال هذه الأدات يمكنك جعل لون البشرة أكثر غماقة أو أكثر كتافة وتغيير لون البشرة هذا ليس مهم جدا لكن يمكنك أيضا وهذا أصلا لا يهمنا في هذه الحلقة لا أجده مناسبا يمكنك تغيير الوجه إلى وجه أنت طبعا أنا لن أدخل في هذا الأمر هنا يمكنك تغيير العمر مثلا يمكنك تحويل وجه الوجه الموجود في هذه الصورة من هذا السن إلى سن صغيرة جدا مثلا سنضغط في هذا المكان وهذا قد أصبحت في سن مبكرة جدا عن السن التي أنا فيها اليوم جميل جدا أن يكون بمقدوره العمل على هذا الطريق كذلك يمكن تحويلك إلى سن أكبر بكثير مما أنت عليه الآن هذا رائع جدا الآن أصبحت أكبر سن ولمقارنة الصورة الأصلية مع الصورة الحالية الضغط على هذه الأيقون الموجودة هنا في الأعلى فهذه الصورة التي أدخلتها إلى التطبيق وهذه الصورة بعدها نقام بزيادة العمر إلى عمر متقدم نعود إلى الأدات أخرى ثم نتجه هنا إلى فوند إي آي بمعنى تغيير الخلفية تغيير خلفية أي صورة موجودة مثلا هذه مجموعة من الخلفيات التي يقترح علينا هنا التطبيق خاصة بمناسبات معينة سنختار مثلا هذه القلعة هكذا ثم أختار الصورة التي أريد أن أضعها داخل بهذه الخلفية جميل جدا وبعد تواني قليلة كما تلاحظ أصبحت الصورة داخل بهذه الخلفية الجميلة جدا في حال كنت تريد لهذه الصورة أن تصبح أكثر وضوحا أو بتقنية HD فأتضغط على هذا المكان هكذا ثم سيقوم برفع مستوى البيكسل أو الوضوح في الصورة إلى مستوى خرافي جدا ستلاحظ الفرق بعد قليل نلاحظ الآن الفرق الهائل بين الصورة السابقة والصورة الحالية وهو في الأسفل هنا يعطينا أربع صور كما تلاحظ أربع نماذج لهذه الصورة والاحتفاظ بهذه الصورة في هاتفك أو في لوحتك الإلكترونية تضغط على سوفغارد هنا في الأسترالي يطلب منك طبعا توزيعها أو تقاسمها يمكن بمجرد ضغط على أي أيقونة هنا بتوائل لم تقوم بالعملية وباشرة ستصبح الصورة موجودة في القالغي الخاصة بك ثم سأرسيدها إلى نفسي مثلا ثم أعود إلى الصورة جميل جدا سنعود إلى تجربة أداة أخرى موجودة في هذا المكان أو في هذا التطبيق وهي الأميليوري هي نفس ما شاهدناه قبل قليل وهو تحسين جودة الصورة إلى مستوى رائع جدا بتكنية الـ HD هنا سنختار الصورة مثلا ويمكنك بالتحكم من خلال هذه الأداة هنا في هذه المسطرة في الأسفل يمكنك زيادة حجم الصورة داخل الإطار الخاص بها إلى هذا المستوى أو تصغيرها إلى مستوى أكبر كما يمكنك بالضغط على بيرسوناليزة هنا في الأسفل اختيار الشكل الخارجي للإطار أو الأبعاد الـ Aspiration الخاصة بالإطار لوضعها في مواقع التواصل الإجتماعي يمكنك أن تختار بين هذه المستطيلة أو عرضية أو أفقية إلى غير ذلك سنعود إلى الخلف ونقوم باستعمال أداة أخرى أو جربة أداة أخرى بالنسبة لهذه بمعنى تعطيه صورة داكر وأنت فيفترض بتقنية داكر الصناعي أنهما سيتزوجان ويعطيك كيف ستكون صورة ابنهما أو ابنتهما في المستقبل بعد أن يقوموا بالإنجاب هذا ليس مهما بالنسبة لي كذلك بالنسبة للفتيات يمكن أن يجربوا أنواع من الميك أب أو الماكياج على وجوههم من خلال هذه الأدات كذلك نفس الأمر بالنسبة للتعيك تقوم بجميع صورة الفتيات خاصة هذه مرتبطة بالفتيات بالنسبة للأدات الأخرى تقوم بمسح أي عنصور في الصورة سأقوم باختيار صورة مايك الذي أشتغل به سأقوم باختيار حجم الفرشات هنا في الأسفل ومثلا أريد التخلص من هذا الخيط الذي يصل بين المايك وبين حامل المايك فيكفي الوضع الأسبوع هنا والتعليم على هذا الخيط فسيقوم مباشرة بإزالته من مكانه وكأنه لم يكن مطلقا لاحظوا الدقة طبعا لو أنني وضعت مثلا أسبوعي هنا سيتم أيضا إزالة هذا العنصر بهذه الطريق طبعا لو كنت تريد أن تخفي مثلا نوعية أو ماركة هذا المايك فيمكن ذلك بثمرة أسبوعك في هذا المكان فتقوم بإزالة الإسم الشركة أو الماركة التي ينتمي إليها هذا المايك فبوضع يديك على هذه الأيقونة يمكن إعادة الصورة إلى حالتها الأصلية سنعود إلى الخلف مرة أخرى ونقوم بتجربة أداة أخرى موجودة في هذا التطبيق وهي Studio Portrait سنضغط ثم نختار مثلا دكر هنا Continue فسيعرض عليك مجموعة من ستايلات المقترحة ويمكن أن تحول صورتك الشخصية إلى هذا الستايل الموجود هنا مثلا بوليسمان تريد أن تصبح للحظة معينة رجل الشرطة ستضغط على بوليسمان ثم تختار صورتك الشخصية وتضغط سويفو بعد تواني قريلك ما تلاحظون يقترح عليك هذا التطبيق أربع صور ويمكنك الحصول على أكثر من ذلك بنفس صورتك الشخصية طبعا قام بإزالة النظارات وستصبح شرطيا بهذه البساطة من خلال هذا التطبيق سنعود إلى الخلف سأقوم باختيار شيء آخر غير الشرطة مثلا سأختار الكوبوي مثلا ثم سويفو إذن وبعد أقل من خمس ثواني تحصل على صور جميلة جدا وبشخصية لويستير لكن بصورتك الشخصية طبعا ولتحميل أي صورة من هذه الصورك في التعليم داخل هذه الدائرة الصغيرة هنا والضغط على سوفق غضي فتحصل عليها في القالغي الخاصة بالهاتف الخاص بك طبعا بالتقنية الـ HD نتجد أن نعود إلى الخلف الآن بأن نجرب أداة أخرى موجودة على هذا المثلا هنا لتغيير قصة الشعر كذلك في ممكنك الضغط على كوافير AI ثم ترونسفورميشن AI هنا تقوم باختيار الـ Portrait سنختار مثلا هذه الصورة سيقوم بتحليل هذه الصورة ويمكنك إزالة أو إدخال التغيير أو التعديل الذي تريد على هذه الصورة جيد الآن مثلا ما الذي أريد مثلا سأطلب منه سأدعط مثلا على وجه هذه الصورة وأطلب منه إزالة النظارات من وجه هذه الصورة سأنزئ الأسفل طبعا أنت يمكنك أن تطلبه ما تريد مثلا تغيير لون القميص سأدري إعطاء أي شيء آخر إلى يمكنك مثلا الضغط على القميص وإعطاء أي تعليمة بخصوصه أو تغيير الشعر أو تغيير الخلفية هنا يكفي الضغط على العنصر الذي تريد إدخال تعديلات عليه ثم النزول إلى أسفل وكتابة البرومبت الخاص بهذا الأمر سأضغط أكتب مثلا without glass ثم أضغط confirm فسيبدأ الآن create سيقوم بعملية إزالة النظارات من وجه هذه الصورة والإبقاء على جميع العناصر الأخرى تلاحظوا معي الآن أعطاني أربع اختيارات الصورة الأولى ثم الثانية ثم الرابعة سأضغط على الصورة الأولى هنا لتكبير الحجم أزال النظارات من على هذه الصورة هذه الصورة مع النظارات وهذه بدون النظارات وستقوم باختيار أي من هذه الصور التي كانت مناسبة أكتب بهذه الطريقة ثم تقوم بتحميلها بالضغط على العلامة هنا في الأعلى سأزيل مثلاً هذا النظار هنا لدينا صوف لتحميل الصورة التي تجدها مناسبة طبعاً بتقنية الـ HD بنفس الطريقة التي شاهدناها قبل قليل ثم سأعود إلى الخلف في عدل إن كانت هناك بعض أداة أخرى يمكنك طبعاً تغيير ملابس الشخصية التي تريد أو الصورة التي لديك ننتظر ظهور الموضيلات التي تتاريخها هذا الطبق يبدو أن هذه موضيلات خاصة بالإينات سأرى إن كان هناك أي ذكر طبعاً سأحاول مثلاً اختيار هذا اللباس وسأقوم بتحميله لهذه الصورة بهذه الطريقة جميل جداً إذن الذكاء الصناعي الآن أصبح بمقدوري أن يقوم بأعمال كنت تحتاج إلى وقت طويل للقيام بذلك عن طريق برنامج الفوتوشوب أو باقي البرامج المماثلة نشاهد الصورة الثانية ثم الصورة الثالثة ثم الصورة الرابعة لاحظوا معي التغيير الواقع واللي تحسين جودة هذه الصورة يمكنه كدرت على HD لتحسين جودة هذه الصورة والاحتفاظ بها في جهازك يكفي الضهط على سوفقارده هنا في الأسفل كما قمنا بذلك قبل قليل سنعود طبعاً إلى التطبيق نرى إن كانت هناك إذن هذه الأداة الأخيرة ربما هي نفس الأداة التي سبق وشاهدناها قبل قليل وهي تحويلك إلى من عمر معين إلى عمر آخر أو شغلك لمهمة معينة سنضغط مثلاً داكتر هنا ونضغط شوزيسة كاريير سنرى ما سيقوم به نلاحظوا هناك يحدث تغيير في العمر من سن صغيرة إلى سن أخرى بنفس صورتك الشخصية فتطوم الانتقال من مرحلة عمرية إلى أخرى بهذه الطريقة الجميلة جداً ويمكنك الاقتفاد بهذه التغييرات على جهازك خلال الضغط على سوفقارد هنا في الأسفل إذن كان هذا كل ما أحب تعيير الإخوة أن أتقاسم معكم في هذه الحلقة أرجو أن يكون ذلك مفيداً لكم أو ممتعاً لكم على الأقل إذا ما عجبك الفيديو لا تبخل بالضغط على لايك أو جيم أسفل الفيديو وأتقاسم الحلقة مع الأصدقاء أو الزملاء ستتعم الفائدة واستفيد الجميع نضرب لكم موعداً في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته